نبهوا على أولادكم ترند جديد في يعني على السوشيال ميديا بيسبب الشلل والموت المفاجئ كل يوم بيظهر لنا تحدي جديد غاية ما بقى ترند على موقع التواصل الاجتماعي واليوم حذرت الدكتورة شايماء موحي استشاري طب الأطفال وتغذية العلاجية عبر حسابة انستجرام والفيسبوك من الظهور تحدي جديد للأطفال والكبار كمان عبر موقع التواصل الاجتماعي والتيكتوك وذلك كنوع من أنواع التسليه والضحك يعد الترند الجديد لتلات أشخاص حيث يقوم شخصين بالإمساك بالطرف الثالث ثم يحاولوا ان هما بوسط القدم ان هما يوقعوا على الأرض وده بيحصل فعلا بيقع الشخص على ظهره وتتخبط راسه طبعا على الأرض ومن جانبه أكد أيضا الدكتور يوسف سعد في السياق نفسه استشاري طب الأطفال ان الترند ده ممكن يصيب مضعفات صحية غير متوقعة وصابات في الدماغ تصل للشلل وما حدث لدى بعض الأطفال بسبب العديد من التحديات السابقة ويصل الأمر للوفاء